تطبيق لليت روم الأخير في تحديثات جميلة وتحسينات على التطبيق بالإضافة لخاصية جميلة تم إضافتها في هذا التطبيق سنتعرف على هذه الخاصيات الرائعة تطبيق لليت روم على الموبايل والايباد الخاصية الجميلة هاي هي خاصية العزل مع إضافة تأثيرات على الإضاءة في الخلف فهذه تعطي نوع من الجمالية في الصور فستندخل الأحيلا على التطبيق عشان نفهم ماهو القصد من هذه الخاصية الموجودة وكيف نستفيد منها معظمنا أثناء التصوير وخصوصا البورتري اللي هم تصوير الأشخاص يستخدمون فتحات اللي هي الكبيرة حتى يتم عزل العنصر عن خلفية الصورة وإذا كانت تناكضاءة يحاول يخليها تطلع مثل البوكا وهي عبارة عن صور وأشكال حسب العدسة وحسب فلاتر المستخدمة تكون تأثيراتها اليوم في هذه الخاصية اللي حي موجودة على التطبيق اللايت روم تقدر تعمل هاي الأشياء حتى لو ما كانت كاميرتك أو حتى العدسات أو حتى ما عندك الفلاتر لتعمل هذه التأثير فلو دخلنا على تطبيق اللايت روم وراح نشوف عندنا في الخصائص تحت بعد تحديث مكتوب بلر نضغط على بلر راح يتم الحين تحديد العنصر مثل ما انتم شايفين الخصائص اللي موجودة لتغيير أشكال اللي هو الإضاءة اللي خلف العنصر مباشرة فلو أضفنا البلر رامونت بشكل كبير راح يختار الشكل الدائري هو أول واحد وعندنا عدة أشكال هنا ممكن نستفيد منها ونستخدمها وهني تقدر تحدد نقاط الفوكس عشان يكون بعد الشكل أجمل وأقوى للعنصر فهني عزل عنصر معين أو إذا كان عندك مثلا خلنا نقول غير العنصر البشري عندك كوب معين في الكوب فيه وحاب تعزي الإضاءات بشكل هذا أيضا تقدر تختار البوينت هذه الخاصية موجودة للتطبيق المدفوع يعني لو انتم مشترك في باقة أدوبي فراح تكون عندك هذه الخاصية أتمنى هذا الموضوع فاتكم وتشوفكم إن شاء الله مع فيديوهات ثانية ترجمة نانسي قنقر